في الفيديو السابق تخيلنا جزيء الإيثان مع مسقط نيومان ما أريد عمله في هذا الفيديو حيث يمكن في الواقع تخيل سلاسل أطول سنرى في الفيديوهات المستقبلية سنرى تمثيل نيومان للحلقات الكربونية المختلفة وأعتقد الجزيء المعقد التالي الذي سندرسه سيكون البيوتان البيوتان يمكن عمل البروبان لكن البيوتان مثيل للاهتمام أكثر هذا كان الإيثان هنا البيوتان سيكون لديه أربع كربونات وإذا أردنا رسمهم كنموذج الكرة والعصى سيبدو بهذا الشكل إذن هذا سيكون الكربون الأول هنا ومن ثم سيكون لدينا كربون آخر هنا وكربون آخر هنا ومن ثم سيكون لدينا الكربون الرابع هنا ومن ثم الهيدروجينات سيكون هناك هيدروجين يخرج هكذا وهكذا ومن ثم الأعلى هكذا هذا الكربون سيكون لديه إثام الهيدروجين التي تكون ملتصقة به بهذا الشكل وهذا الكربون سيكون لديه إثام هيدروجين ملتصقة بهذا الشكل ومن ثم في النهاية هذا الكربون سيكون لديه ثلاث هيدروجينات CH3 بهذا الشكل الآن إذا حاولنا رسم مسقط أو تمثيل نيومان هنا سنتساءل أي منها سيكون الكربون الأمامي أو الخلفي في الواقع يمكن الاختيار والمثيل الاهتمام في جزء البيوتان هو إذا اخترنا هذا الكربون إذا اخترنا الكربون الثاني في المقدمة والثالث في الخلف ومن ثم أظهرنا هذا الكربون CH3 كفر على هذا الكربون يمكننا حينها رسم تمثيل يومان إذن لنحاول عمل هذا إذن هذا سيكون الكربون الأمامي إذن سنضع هذا الكربون في الأمام وسنضع هذا الكربون هنا في الخلف وقبل رسم مسقة يومان دعوني أعيد رسم هذا لكن سأرسم هذا حيث بدلا من الهيدروجينات والرابط المحددة بوضوح سأسمي هذا بCH3 لنعيد رسم هذا إذن سأستخدم اللون البرتقالي إذن لدينا هذا الكربون أنا أرسم الآن تمثيل الكرات والعصى هذا الكربون لديه هذا الهيدروجين وهذا أيضاً والآن سأرسم مجموعة CH3 وهي هنا بالبنفسجي هنا بالبنفسجي سأرسم كل هذا كCH3 سأرسمها بشكل كبير لأنها ليست ذرة ولا واحدة هي أربع ذرات إذن هنا لدينا CH3 حسناً لعمل للموذج الكرة والعصى كل شيء يجب أن يكون كرة لذا سأرسم كرة هنا وكرة هنا إذن هذا الكربون رقم 2 ولديه هذه الرابطة حسناً هنا مع هذا الكربون رقم 3 والذي عند عمل مسقط نيومان سنضعه في الخلف إذن الكربون رقم 3 سيكون هكذا ومن ثم الكربون رقم 3 لديه ذرتي هيدروجين ومن ثم لديه هذا الذي يمكن يظهره كمجموعة مثل موصولة معه حسناً إذن هذه CH3 موصولة معه هنا إذن سأقوم برسم CH3 وسأستخدم اللون الأزرق إذن يمكن رسمها هكذا إذن CH3 تخرج بهذا الشكل وسأرسمها بشكل كبير لأنها ليست فقط ذرة واحدة إذن هنا CH3 ومن ثم لديه ذرتي هيدروجين هنا آسف لديه ذرتي هيدروجين أسفل هنا سأكون واضح هنا هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين هذا الرسم هنا هو نفس الرسم هنا تلك الكرة الكبيرة هي هذه الكرة كلها سأستخدم اللون الأخضر هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين هما هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين وعند النظر إليه بهذه الطريقة سنقول الآن كيف يمكن رسم مسقة نيومان وضعت هذا في الأمام ووضعت هذا في الخلف فتعاملت مع كل هذا الجزء من الجزء كمجموعة واحدة حسنا إذن لنقوم بعمل مسقة نيومان هنا ويمكننا أن نفكر فيها على أنها الأكثر استقرارا إذن الطريقة التي سألسمها هنا سأضع هذا في الأمام هذا الكربون سيكون في الأمام إذن لدينا مجموعة CH3 في الأسفل ومن ثم لدينا ذرتين هيدروجين وهيدروجين وهيدروجين هذا في الأمام ومن ثم في الخلف لدينا الكربون الأزرق يمكن تخيل هذا في الأمام ربما يجب رسم شيء برتقالي صغير لإظهاره أن هذا هو الكربون البرتقالي ومن ثم الكربون الأزرق سيكون في الخلف الكربون الأزرق في الخلف سألسمه بهذا الشكل إذن هذا الكربون الأزرق ومن ثم لدينا CH3 بهذا الشكل للأعلى ومن ثم لدينا ذرتين هيدروجين الآن كما تحدثنا في الفيديو الأول عن إسقاطات نيومان كل هذه لديها سحب من الإلكترونات حولها هذه مجموعة CH3 لديها سحب من الإلكترونات كبيرة حولها فإنها ذرت كربون زي ثلاثة هيدروجينات كلها تريد أن تبتعد عن بعضها البعض مجموعة كبيرة إذن لدرجة معينة سيكون لها دور كبير في إمكانية أن يكون لدى الجزء طاقة كامنة عالية أو منخفضة أعتقد أن هذا واضح وربما ليس كذلك لكن مجموعة CH3 بما أن لديها أكبر تزاحم للإلكترونات فإن مجموعة CH3 هذه وهذه المجموعة تريدان أن تبتعدا عن بعضهما البعض بقدر الإمكان إذن الطريقة لعمل هذا تبدو مثل الشكل المتداخل لكن عند التعامل مع مجموعة المثل الفعلية حيث تبتعد عن بعضها البعض أبعد ما يمكن أن نسمي هذا مكافحة التشكل anti-conformation 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 وإذا كنا نفكر في زاوية ثنائية السطوح بين مجموعات المثل الزاوية ثنائية السطح هنا هي 180 درجة 180 درجة وهذه الحالة هي الأقل طاقة lowest potential energy أو الحالة الأكثر استقرارا the most stable وإذا كانت تحدث عن الطاقة الكامنة يربككم تفكروا في الصخرة على الأرض لديها طاقة كامنة إذا رفعناها في الهواء الصخرة التي بعيدة 50 قدم في الهواء سيكون لديها طاقة أكبر طاقة كامنة ربما إذا دفعتها أو تركتها ستتحرك عندما يكون لديها طاقة عالية إذن هي ستتحرك للأسفل بسبب طاقة الوضع عندها إذن هذا أكثر تشكل استقرارا لأنه لديه الأقل طاقة من طاقة الوضع أحصل أن يكون متابعة تدوير هذا لنقول أننا ندور الكربون الخلفي بإنتجاه عقارب الساعة ما هي التشكلات الأخرى التي سنحصل عليها؟ سأرسم المقطع الأمامي هنا إذن لدينا CH3 ومن ثم لدينا ذرتين هيدروجين هنا هيدروجين وهنا هيدروجين سأقوم بنسخ ولسق هذا إذن هناك إثان آخران يعني هناك شيء بين البين هذه حالة مثيرة للاهتمام سأعمل نسخ من ثم لسق نسخ ثم لسق في الواقع سأرسم ثلاثة من هذه إذن لدينا هذا ومن ثم يكون لسقه مرة أخرى إذن من الواضح أن هذا سيكون الكربون الأمامي في كل حالة وإذا أردتم سأجعل هذا كنقطة برتقالية لنبين أن هذا هو الكربون الأمامي ومن ثم لنرسم الكربون الخلفي كان يجب نسخ لسق هذا أيضا إذن لدينا الكربون الخلفي هنا في كل حالة الآن إذا كنت سألفه هذا بمقدار ستون درجة ستون درجة في الواقع إذا كنا بتدوير الكربون الخلفي بمقدار ستون درجة كيف سيبدو؟ حسناً سيكون لدينا هذا الهيدروجين سيتحرك للأعلى ومن ثم سيكون لدينا هذا الهيدروجين في الواقع إذا حركنا بمقدار مئة وعشرون درجة هذا سيكون ستون ومن ثم هنا سيكون مئة وعشرون إذا هذا الهيدروجين سيكون لأعلى هنا ومجموعة المثل هذه ستكون الآن أعلى هنا ومن ثم ومن ثم هذا الهيدروجين سيكون أعلى هنا إذن قمنا بتدوير كل هذا بمقدار مئة وعشرون درجة الآن هذا التشكيل يسمى مكافح التداخل وهو الأكثر استقرالاً لأن مجموعات المثل الآن أبعد ما يكون عن بعضها البعض هذا هنا يسمى تشكيل غاوش تشكيل غاوش سأستخدم لعون آخر غاوش كونفورميشن غاوش كونفورميشن وهو مستقر جداً الآن لأن مجموعات المثل متداخلة فهي ليس يتخلف بعضها بشكل مباشر إذن هنا مجموعات المثل أبعد ما يكون عن بعضها البعض إذا نظرنا إلى نموذج الكرة والعصى في الواقع رسمته في هذا التشكيل هنا هي متباعدة أكثر ما يمكن عن بعضها البعض إذا قمنا بقلب الجزيء هذا المثل سيكون أقرب إلى هذا المثل وسحب الإلكترون لديها ستبدأ بتزاح مع بعضها البعض إذن في هذه الحالة هذا مكافح للتشكيل وهو أكثر استقرالاً إذا قمنا بتدويره ستصبح قريبة بعض الشيء لكنها ستبقى متداخلة سيكون لدينا تشكيل جاوش الآن إذا قمنا بتدوير هذا الكربونات الخلفي بمقدار 60 درجة بمقدار 60 درجة مع عقارب الساعة ماذا سيحدث حسناً عندها سيكون لدينا تشكيل إكليبست حيث الكربونات أو مجموعات المثل ستكون مباشرة خلف بعضها البعض وهذه ستكون أقل حالة استقرار إذن سيكون لدينا هنا CH3 سيكون لدينا هنا CH3 ومن ثم سيكون لدينا الهيدروجينات مباشرة خلف بعضها البعض إذن هنا لدينا هيدروجين وهنا هيدروجين إذن في هذه الحالة حيث تشكيل الإكليبست هي الحالة الأقل استقراراً وأيضاً حيث طاقة الوضع هي الأعلى ومن ثم إذا أدرناه بمقدار 60 درجة 60 درجة أخرى عندها سيصبح في تشكيل جاوش ملغة أخرى إذا قمنا بتدوير هذا 60 درجة أخرى عندها CH3 ستكون هنا ومن ثم سيكون لدينا هذا الهيدروجين سيكون أعلى هنا ومن ثم هذا الهيدروجين هنا إذن هذا متداخل استقرت مجموعات المثل على الأقل ليست خلف بعضها البعض مباشرةً لكنها ليست أبعد ما يمكن إذا قمنا بتدوير هذا 120 درجة أخرى سنعود لمكافحة التشكل إذن هذا هنا أيضاً هو تشكيل جاوش أرجو أن تكونوا قد فهمتم هذا الآن يجب فقط أن تختاروا درتي كربون ومن ثم يمكن إذا كان هناك أشياء كبيرة موصولة بهذه الكربونات يمكن أن تمثيلهم كمجموعات وعند عمل هذا سنستخدم إسقاط نيوماً لأي جزء من الجزئ وعند عمل هذا يمكن أن نفكر كيف يمكن تدوير هذا وأي أجزاء أو أي تشكيلات ستكون أكثر أو أقل استقراراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر